موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Don't look up الفيلم يعني تحسن لما اقولك ان فيه نايزك هاستضن بالارض بتقوله احنا شوفنا الفيلم ده كتير و يعني زينة منه لكن الفيلم ده مختلف التبمن الفيلم بيحكي ان فيه احد العلمات بيكتشف نايزك جديد فبتقى فرحانا ان اسمها هيخلد وبتسمي نايزك ده باسمها لكن المدير بتاعها بيقولها لا ده كده هسنن بالارض ده كده ممكن يدمر لحياة البشرية على كوكب الارض فهالطول بيتصلوا بيه الرئيسة الامريكية وابنها الأحمق معيناه حق كده زي وزير الدفاع حاجة زي كده فالرئيس الملكات اللي هم تعالوا ضروري فالبيروحوا على طيارة خاصة واول ما يوجده هناك بكتشوف ان فيه حاجات اهم واولة يعني فيه حفلة طهور وحفلة تادي ميلاد طب خليها بقى بكرة ففيه استطار بالموضوع ثاني يوم لما بيتكلموا الرئيسة الامريكية بتقول لهم طب ده اصلا الانتخابات بالإيجابة ولا بالسلبة اعتقد بالسلبة طب خلص احنا نأجل مناشط الموضوع دوت ثالث أسابيع لحد بس ايه مدنى انه نفس في الانتخابات كل تفكيرها في الانتخابات ده احنا زادنا درجة اسنى درجة استطلعات الرأي الشعب كله مهتم بالسخرية فبيلاقوا ان الرئاسة المنكبش مهتمية فبيقولوا طب احنا نروح للإعلام ونعمل ضغط شعبي من الناس فبيلاقوا المزعين بيحطهم كده في وسط حاجات توك توك والحاجات اللي هي ايه بيستطلفوا ناس هوبلي وكده فلما بيدخلوا بيقعدوا يتريعوا عليهم فالدكتورة بتتنرفز فالتركيز كله بقى بش ان فيه كارسة هتجد ضمر قوكب الأرض وهتقضى على الحال البشرية لأ ده بص شكله عامل ازاي طب يقعدوا يركبونا فالاتر المزعين بيتكلموا بسخرية يقول لك احنا بنحاول نخفف الوطيرة بيفكرنا بكم اعلام كزا عمر قديب وبتاع يكون موضوع كبير بس هو ايه يوضي نخلك في شوية حاجات ايه لازيثة بالنسبة ان احنا الاعلام كم يفكروا عمر قديب هنلاقي ان الرئيسة الامريكية بتفكرنا بترامب في وضية المناخ مثلا يعني كارسة كبيرة هو بش مهتم وبش فاهم اللي بيحصل زي فكرة النيزة كوا بس بيبص ايه الحاجة اللي ممكن تزود فرسيته في النجاح فبيبدأوا بعض العنوات بتبدأ تهتم بالموضوع وعملوا دراسة فالرئيسة الملكية بتقولي احنا ممكن نفصل في الانتخابات لو قلنا ان احنا هنتصدها للنيزة دوت واحنا زي ما بيحصل في الافلام والحاجات دي كلها فبيعملوا خطة ممكن فعلا تتنبر النيزة دوت وعمله شوية سواريخ ورغم ان سواريخ كلها ممكن تطلع بدون اي حد بشر موجود بالتحكم من على كوكب الارض برموت كنترول لكن هما بيصروا ان هما يودوا حد كده انه يبقى بطن امريكي ويقعد يقولك انا بضحي بحياتي والحاجات ده كلها لكن بيحصل ان رأس المال بيتدخل تمام دي من دي من الحاجات اللي تخلي الفيلم ده متميز رأس المال بيقولهم لا ده النيزة دوت في دهب وفي عاصر نادرة فاحنا محتاجين النيزة دوت احنا نستنى لحد ما ييجي بحيس ان احنا لما نفجروا حاجاتي الصغيرة ينزل على كوكب الارض في المية فنيقدر ناخد الحاجات دي ونيقدر نعمل بها موبايلات وحكا زي كده ففعلا رأس امريكا بتستجيب لان رأس المال هو اللي معال فلوس وحاجاتي زي كده فبتروح مدمرة الخطة بتاعت تدمير النيزة من بعيد ديت ويقول لا احنا نستنى لحد ما يقرب خلص وبعد كده بيبدأ العلماء يقولوا لا بصوا فوق وركزوا على النيزة انتو خلاص بيتها تشوفوه بعنيكو وفي السماء لكن الحاملة الاعلامية والناس كلها تمشوا اراهم دون تلك اب ما نبصش لفوق ده ما فيش حاجة ده احنا مسيطرين ده احنا كل حاجات تحت السيطرة وكل حاجة لحد ما بيخلاص بيشوفوا الكرسى وبتدمر وكلهم معتمدين ومنتظرين ان الرجل اللي عمال ده وقت اللي قال هنفجر نايزك وكل الناس هتبقى اغنية وحنا هنجد على الفقر وهنجد على الجوع وهنعمل حرية وهنجد على التعمار يعني الكلام الجميل هو كل هدفه ان هو يكسب فلوس تمام وهي دي فكرة الرأسمالية انا ممكن نضحي بحياة بعض الافراد في مقابل ان انا هكسب يعني كان احد الشركات اللي عملت السيارات اكتشف التعيب خطير قد يؤدي لوفاة بعض الاشخاص فقالوا احنا هنسحب العربيات ونصلح الخطأ ده ونرجح لكن الرجل الاقتصادي في الشركة قال لا احنا عشان نستدع السيارات ونعمل الدوت ده هيقدي ان احنا هنخسر مليارات لكن لو استنينا وشوفنا كام واحد هيموت ودفعنا لهم التعويض المالي ده كده ممكن يخسرنا اقل فخلي للناس تموت وبعد كان نشوف كام واحد مات ونتفع لهم التعويضات ده فكر الرسمالي اللي براش نشتيب ففعلا بيعتمدوا على القصة ديت ويقولوا خلاص احنا لكن هيحصل ايه لو الالات اللي راحت مع الفتش هيتدمر النيزك بعد ما اقم قريب جدا ما بقاش في فرصة تانية الفيلم مختلف تماما الفيلم في افكار كتير جدا في فكرة صغيرة خالص كده في الفيلم ان هم اول ما راحوا الاسر للامريق جاء لهم بقى الجنرال اللي هو يعني حاجة كبيرة جدا في الرئاسة الامريكية ولو ما عندين مستنيين فقرح اجاب لهم شوية بسكويت ومية وقال لهم تبتكلف لكل واحد في 10 دولار وبعد كده تشوفوا ان هو ببلاش يعني واحد بيبض مليارات ايه اللي خليه فكه في 10 دولار هو حاجة الناس دي يعني ايه ايه الفكر يعني تمام فلا الفيلم مختلف في فيلم ممتع الفيلم بيناش قضايا كتيرة جدا في قلب الفيلم زي يعني الكارسة ممكن تعتبرها فيروس زي كورونا او كارس بيئية واحتباس حراري وهكذا يعني النهاية دي هتحصل لو احنا ما كناش جديين وبيني تفين وبيني نركز على السوشال ميديا وان ازاي كارسة خطيرة هتبقى موجودة وبالضمار واحنا عملين التارية عليها او اول حاجات دي كلها مشاهدة او متاع ان شاء الله اشتركوا في القناة